بسم الله الرحمن الرحيم مثال الأربعة من واقع الحياة يتم قطف أربعمائة حبة برتقال من كل شجرة في الموسم الواحد عندما يكون عدد أشجار برتقال في الحقل خمس وسبعين شجرة فإذا علمت أنه عند زراعة كل شجرة جديدة ينقص إنتاج كل شجرة في البستان بمقدار حبتين فكم شجرة إضافية يجب زراعتها للحصول على أكبر إنتاج ممكن طيب الفكرة هنا نوجد دالة لهذا السؤال ثم نمثل هذه الدالة بيانيا طيب نبدأ الآن بتكوين الدالة نقول هنا الإنتاج الكلي للبستان يساوي عدد الأشجار في البستان ضرب إنتاج الشجرة الواحدة من برتقال إذن الإنتاج لكل البستان هو الدالة في إكس حيث نرمز للإكس بعدد الأشجار إذن عدد الأشجار خمس وسبعين يعني يقول فإذا علمت أنه عند زراعة كل شجرة جديدة ينقص إنتاج كل شجرة في البستان بمقدار حبتين إذن خمس وسبعين زائد إكس إكس هنا عدد الأشجار اللي نبي نوصل له ضرب إنتاج الشجرة واحدة من برتقال طبعا تنتج كل شجرة أربعمية برتقالة هنا ينقص إنتاج كل شجرة في البستان بمقدار حبتين إذن سالب 2 إكس إذن ينقص حبتين من كل شجرة جديدة إذن سالب 2 إكس إذن هذه الدالة نبدأ بتمثيلها بيانيا باستخدام الحاسبة البيانية نبدأ الآن برسم هذه الدالة نضغط ON ثم على هذه الأيقونة ثم نكتب الدالة نفتح قوس أربعمية ناقص 2 إكس نسكر القوس ثم نفتح قوس آخر 75 زائد X ثم نضغط ENTER طيب ممكن ما تطرع الدالة لأنها دالة كبيرة نختار هنا زوم آوت إذن ظهرت لنا هذه الدالة الآن نضغط على زوم IN السؤال هنا المطلوب الحصول على أكبر إنتاج ممكن هذا من القيمة المطلقة وهذه هي القيمة المطلقة لهذه الدالة الآن نبدأ بتحديد هذه القيمة المطلقة نضغط على المنيو ثم تحليل أداء الرسم ثم القيمة المطلقة ثم نضغط هذا المؤشر عند أعلى القيمة المطلقة إذن 62.3.78 E زائد أربعة طبعا إيه هو رمز أو عدد ريالي طيب عند الملاحظة هنا قيمة Y 3.78 E زائد أربعة بنحولها إلى رقم بدون الرمز E طبعا هذه هي القيمة جرد أن نرفع الدالة إلى الأعلى عند هذه النقطة ستظهر لنا هذه النقطة تحديدا إذن 37.812.5 إذن قيمة X يساوي 62.5 وقيمة Y 37.812.5 إذن يكون إنتاج البستان أكبر مما يمكن عند زراعة 62 أو 63 شجرة جديدة ويكون مقدار الإنتاج 37.812 حبة برتقاء وقيمة buying اشتركوا في القناة